أهلا بكم في قناة قصص تاريخية ولد عمار الشريع في السادس عشر من أبريل 1948 في مدينة سمالوت بمحافظة المينيا بصعيد مصر كان جده لوالده نائب بالبرلمان المصري في عهد الملك فؤاد الأول وكان والده عضوا بالبرلمان المصري عن مركز سمالوت بعد ثورة الثالث والعشرين من يوليو وكان جده لوالدته أحد أقطاب ثورة 1919 وكان شقيقه الأكبر سفيرا لمصر في أستراليا حفظ عمار الشريع خمس أجزاء من القرآن الكريم في طفولته وتلقى علوم الموسيقى الشرقية على يد مجموعة من الأساتذة الكبار بمدرسته الثانوية في إطار برنامج أعدته وزارة التربية والتعليم خصيصا للطلبة المكفوفين أتقن العزف على العديد من الآلات الموسيقية منها البيانو والأكورديون والعودو ثم أخيرا الأورك حصل على الليسانس في الآداب من جامعة عين شمس عام 1970 وبدأ حياته العملية بعد تخرجه من الجامعة مباشرة كعازف لآلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية ثم تحول إلى الأورك حيث بزغ نجمه فيها كأحد أبرع عازف جيله وكان مثلا في تحدي الإعاقة نظرا لصعوبة وتعقيد هذه الآلة واعتمادها بدرجة كبيرة على الإبصار اتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي وشارك في عشرات الأعمال الفنية التي لا تنسى منها مسلسل آرابسك ورأفة الهجان ودموع في عيون وقحة كما شارك في أعمال سينمائية هامة مثل فيلم البريء ويوم الكرامة قدم أكثر من برنامج إذاعي وتلفزيوني منها جواز في بحر النغم وسهرة شريع والمصحرات منذ الأيام الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير اتخذ الشريع موقف واضح وذهب للتضامن مع المحتجين في ميدان التحرير وأصيب بأزمة قلبية نتيجة الإرهاق وتوفي في السابع من ديسمبر عام 2012 عن عمر يناهز 64 عاما إن أعجبك الفيديو نرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة